يقول هل حديث السبعين الالف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يكون كل من تحقق فيه الشرط الموجود بالحديث بحيث ترك المباح والمكروه والمحرم وذلك لتوكله على الله ام انه خاص بالكي والرقية والتطير قولك ترك المباح هذا غلط لا يترك المسلم المباح الذي يباحه الله انما يترك المكروه والمحرم يترك المكروه والمحرم اما المباح فلا يتركه لانه بحاجة اليه نعم